عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تتم للدروس السابقة حول تطور حالة جملة كيميائية نحو حالة التوازن سوف نتطرق اليوم للمعايرة الـ pH مترية راقب معي نضع صحاحة بها محلول الصد محلول حمض الخل موضوع في بشر فوق مخلاط مغناطيسي ونراقب تطورات pH عند كل إضافة لمحلول الصد فيكون شكل البيان pH بدلالة VB كالآتي لتحديد نقطة التكافؤ بيانيا نرسم مستقيمان ممسان عند نقطتي الإنعطاف نرسم مستقيما ثالثا يوازيهما ويناظرهما نقطة تقاطع المستقيم الثالث مع البيان تحدد نقطة التكافؤ نحدد أيضا عند حجم نصف التكافؤ يكون pH يساوي pKa عند التكافؤ يكون cA VA يساوي cB VBE حيث VBE هو الحجم اللازم للتكافؤ بخصوص ما تطرقنا إليه في هذا الملخص نعالج الآن تمرينا حول هذا الخصوص إليك التمرين نضيب كتلة M من الإثيل أمين في الماء المقطر عند الدرجة 25 درجة مئوية للحصول على محلول Sb حجمه 100 مليلتر وتركيزه Cb مجهول نعاير حجما من المحلول Sb قدره 5 مليلتر بواسطة محلول S لحمد كلور الماء تركيزه C يساوي 2.5 10 قوى نقص 2 مول على اللتر وذلك بواسطة قياس البيأش بدلالة الحجم المضاف من الحمد المطالب أولا اكتب معادلة تفاعل المعايرة السابق تانيا حدد اعتمادا على البيان ألف إحداثيه نقطة التكافؤ بواسطة التركيزه Cb للمحلول Sb وستنتجه القتلة M جم بكا أثنائيه C2H5NH3+, C2H5NH2 تالتا أحسب نسبة التقدم النهائي عند الحجم VA يساوي VAE على 2 ماذا تستنتج؟ يعطى الكتل المولية للأزوت 14 قرام على المول السيئال 35.5 قرام على المول الاش 1 قرام على المول والسي 12 قرام على المول لديك البيان راقب معي جيدا هذا البيان المتحصل عليه نمر الآن إلى حل هذا التمرين وكجواب عن السؤال الأول الذي ينص على كتابة معادلة التفاعل المعايرة نجد أن معادلة التفاعل المعايرة هي C2H5NH2 زائد H3O+, يعطينا C2H5NH3 زائد H2O وكإجابة عن السؤال الثاني وهو تحديد إحداثي نقطة التكافؤ وذلك اعتمادا على البيان راقب معي هذا البيان نرسم الممس الأول عند نقطة الإنعطاف الأولى ثم نرسم الممس الثاني عند نقطة الإنعطاف الثانية بحيث الممس يكون متوازيين نرسم مستقيما ثالثا يوازيهما ويناظرهما نحدد إحداثي نقطة التكافؤ بنقطة تقاطع المستقيم الثالث مع البيان لنجد لنجد أن ويناظرهما CB يساوي 5 في عشرة قوة نقص 2 مول على اللتر نمر الآن لتتم لسؤال B وهو حساب الكتلة M M تساوي M كبيرة CB في V M كبيرة للإثيل الأمين هي 45 جرام على المول CB 5 في عشرة قوة نقص 2 و V هو 0.1 أي هو الحجم الذي أضيبت فيه الكتلة لنجد 0.225 جرام نمر الآن للإجابة عن السؤال جيم وهو تحديد PKA الثنائية C2H5NH3 و C2H5NH2 لقد ذكرنا بأنه عند حجم نصف التكافؤ يكون PH يساوي PKA حجم نصف التكافؤ هو VAE على 2 أي 5 مليلتر راقب معي هذا البيان بإسقاط هذه القيمة نجد أن PKA تساوي 10.8 نصل الآن للإجابة عن السؤال الثالث وهو حساب نسبة التقدم النهائي عند إضافة الحجم VAE على 2 للإجابة عن هذا السؤال نستعين بجدول التقدم نكتب المعادلة الحالة الابتدائية CBVB بالنسبة للأساس وهو الاثيل أمين CAVA بالنسبة للحمد وهو H2O plus و 0 بالنسبة للنواتج لكن لا ننسى بأن الماء في هذا التفاعل نكتبه بزيادة الحالة النهائية CBVB نقص X بالنسبة للأساس و CAVA نقص X بالنسبة للحمد وبالنسبة لC2 H5 NH3 plus هو X والماء بزيادة نبحث الآن عن المتفاعل المحد إذن نفترض C2H5 NH2 هو الذي يختفي تماماً وبالتالي XO max يساوي CBVB بالتعويض CBB 5 10 2 و VB 5 10 3 نجد نجد XO max يساوي 2.5 10 قوة 4 مول نفترض الآن أن H2O plus هو الذي يختفي تماماً إذن XO max يساوي CA VA نعوذ CA 2.5 10 قوة 2 و VA 5 10 قوة 3 لنجد أن XO max يساوي 1.25 10 قوة 4 مول إذن H3O plus متفاعل محد ويكون XO max يساوي 1.25 10 قوة 4 مول توصلنا إلى قيمة XO max الآن نبحث عن طريقة لحساب X فينال إذن كمية مادة H3O plus هي تركيز H3O plus V total تركيز H3O plus هو 10 قوة PH والPH هو 10.8 كما وجدنا سابقاً وبالتالي يكون تركيز H2O plus هو 1.6 في 10 قوة ناقص 11 والحجم الكلي 5 ميليلتر من الحمد و5 ميليلتر من الأساس أي 10 ميليلتر من المزيج وبالتالي الحجم الكلي يعوض ب 0.01 لنجد أن كمية مادة شوارد الهيدرانيون هي 1.6 في 10 قوة ناقص 13 مول الآن نستعين بجدول التقدم كمية مادة H2O plus تساوي CAVA ناقص X فينال إذن X فينال يساوي CAVA ناقص كمية مادة الهيدرانيون بعد بعد التعويض نجد أن X فينال يساوي 1.25 في 10 قوة ناقص 4 ناقص 1.6 في 10 قوة ناقص 13 الإجابة الإجابة توفنال توفنال يساوي 1.10 واستنتجوا أن تفاعل المعايرة تام عند كل إضافة للحمد كان هذا الجزء الثالث من درس تطور حالة جملة كيميائية نحو حالة التوازن ترقبون في الدروس المقبلة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته